اهلا بكم في اولى نشاراتنا الاقتصادية دشنات هيئة البحرين لسياحة والمعارض بتعاون مع هيئة الكهرباء والماء حملة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في قطاع الضيافة والتي تهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 3% في 16 فندق من فئة الخمس نجوم بالمندكة وتستهدف الحملة في قطاع الضيافة الحفاظ على الموارد الطبيعية للكهرباء والماء وإدامتها لفترة طويلة واستخدام افضل تطبيقات الاكثر كفاءة في ترشيد الاستهلاك كما الترمى الحملة الى تحفيز وزيرة توعية الموظفين والمقيمين والزوار بافضل ممارسات ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والالتزام بالارشدة الخاصة بذلك اضافة الى خفض مصارف المرافق الفندقية المرتبطة باستهلاك الكهرباء والماء احنا وصلنا حين يعني السنة يمكن الحمل الرئيسي النهائي او اقصى حمل المتوقع العام حوالي 3650 وهذه حمل مرتفع جدا في حوالي زيارة 6% وقرأنا انت بالعام الماضي في اقصى حمل ولكن في زيادة في طاقة سلاك الطاقة على مدى عام حوالي 9% وهذه استلاك كبير جدا فحنا نحاول ان نحف المستهلكين الكبار بالذات تقليل استهلاكهم في الكهرباء